مرحبا أصدقائنا الكرام في قناتكم المفضلة هل تعلم علوم وتكنولوجيا والتي تنقل لكم دائما كل ما هو مثير ورائع واستثنائي وفي هذا الفيديو سنكتشف ونستمتع معا بالعملية التي يتم من خلالها إنتاج شتلات الكاجو وزراعته وحصاده ومعالجته أيضا بداية في هذه العملية يتم جلب الأكياس وتعبئتها بالتربة وبعد ذلك يتم وضعها في هذه الأماكن ومن ثم يتم وضع البذور ويجب على المزارعين اختيار البذور من أشجار الكاجو السليمة والناضجة ويجب أن تكون البذور مختارة ذات نوعية جيدة وخالية من أي أمراض أو تشوهات ولها معدل إنبات مرتفع وبمجرد أن تصبح البذور يتم تحديد الخطوة التالية وهي نقعها في الماء لمدة 24 ساعة ونقعها يساعد على تلين طبقة البذور السلبة مما يسمح للماء والمواد المغذية بالتغلغل وتحفيز الإنبات بعد نقع البذور توضع في بيئة دافئة ورطبة من أجل الإنبات وهناك طريقة شائعة تتمثل في لف البذور بألياف جوز الهند وبمجرد أن تنبيت البذور وتتطور إلى شتلات ذات جذور يتم زلعتها بعناية في أوان فردية مملوئة بخليط التربة جيدة لإعداد وبالطبع تكون التربة تحتوي على مغذية غنية لدعم النمو الصحي بعد الزرع تعتبر الرعاية المناسبة ضرورية لنمو الشتلات وتأسيسها وتحتاج الشتلات إلى سقي منتظم للحفاظ على التربة رطبة باستمرار ولكن غير مشبعة لحماية النباتات من الظروف الجوية القاسية والآفات يمكن استخدام شبكات الظل لحمايتها من أشاعة الشمس الشديدة ويجب معالجة الآفات والأمراض على الفور لمنع الضرر الذي يلحق بالشتلات الصغيرة وعندما تنمو الشتلات إلى حجم مناسب يمكن إجراء تطعيم لإنتاج أشجار كاشو ذات خصائص مرغوبة التطعيم هو تقنية مهمة في زراعة شجرة الكاجو لضمان انتشار الصفات المرغوبة وتحسين المحصول وتتم عملية التطعيم عادة عندما تبدأ أشجار الكاجو في الإزهار ويكون توقيت النمو الفعال أمراً بالغاً أهمية لنجاح التطعيم وتضمن الخطوة الأولى تحضير الطعم الجذري من خلال ضمان التقليم المناسب واختيار الصنف المناسب الذي سيتم تطعيمه الآن يتم ربط هذه القطع بإحكام بالجذر باستخدام شريط التطعيم أو عشريطة مططية ونجاح هذا الأمر يضمن دمجه معاً بشكل فعال مما يسمح بنقل العناصر الغذائية والماء بين هذه الشتلات بمجرد اكتمال عملية التطعيم تتطلب شجرة الكاجو المطاعمة رعاية جدة لتعزيز النمو الصحي والاهتمام المناسب بالنباتات الجديدة لمكافحة الآفات والأمراض أمر ضروري لحماية الشجرة الصغيرة المطاعمة من التهديدات المحتملة المراقبة المنتظمة والعناية ضرورية خلال فترة ما بعد التطعيم لضمان نمو الشجرة الكاجو المطاعمة جيداً وبمجرد نمو الشجرة المطاعمة بشكل كاف وفروعها أيضاً يتم تطويره بالكامل ويمكن زراعته في موقعه الدائم كما ترون أمامكم الخطوة الزراعة وهي إعداد الأرض ولزراعة الكاجو يتم إزالة النمو البري بما في ذلك الغطاء الحرجي والعشاب الضر من الموقع المحدد وهذا يضمن أن نباتات الكاجو لديها مساحة كافية وموارد للنمو دون منافسة كما تعد الرسوم البيانية الصحية ضرورية لنجاح زراعة الكاجو والتطعيم هو طريقة شائعة تستخدم لنشر نباتات الكاجو ذات السمات المرغوبة ويجب توخي الحذر على الأقل عند الزراعة وذلك حتى لا تنكسر هذه الفروع عن مسافة 5 سنتمتر عن مستوى الأرض ويجب التدريب على الرعاية المنتظمة والتقليم يعتبر أمراً حيوياً للحفاظ على أشجار الكاجو صحية ومنتجة وبعد إنشاء الرسوم البيانية الميدانية يمكن إزالة شريط البولي إثلين المربوط في مفصل الكسب غير المشروع لتطوير جذع واضح وتتم إزالة الفروع السفلية حتى ارتفاع 75 سنتمتر إلى متر وبعد أربع أو خمس سنوات من الزراعة يساعد ذلك في عمليات التقليم المناسبة جداً لهذه النباتات وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المظلة وتجنب تداخل الفروع مما يؤدي إلى تقليل التعرض لأشعة الشمس كما يتم إزالة الأمراض أو الفروع غير المرغوب فيها لتعزيز صحة الأشجار بشكل عام لتحقيق النمو الأمثل للنباتات وتطوير جرعة السماد يجب تعديلها بناء على نتائج اختبار التربة ويمكن الإجراء ذلك على عمر النبات والتباعد المتبع بالبطانة باستخدام دولوميت الجير أو مواد تجير أخرى لتصحيح حموضة التربة وتحسين توافر العناصر الغذائية فيمكنكم أن تتابعوا كيف يتم تنفيذ تدابير الحفاظ على التربة والمياه وهو أمر حيوي لمنع تآكل التربة والحفاظ على الرطوبة وفي التلال تساعد المناطق التي تمنع الجرائع السطحي وتآكل التربة على حماية سطح التربة مما يقلل من فقدان الرطوبة ويوفر بيئة موانية لنبو النباتات وموارسات أخرى مثل حفر الخنادق والكعك المتعرج يساعد أيضا على الحفاظ على التربة والموارد المائية أما إدارة الأفات هي جانب مهم من الكاجو أو زراعته على الأصح لضمان النمو الصحي للنبات وزيادة الغلة إلى الحد الأقصى من الأفات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إنتاج الكاجو وهم حشرة البعوض وحشرة الشاي والتي تقوم بأكل جذوع الكاشو وحفر جذورها تساعد ممارسات التطهير بالنباتات مثل إزالة الأشجار المصابة على تقليل الآفات ومنع المزيد من الضرر بالإضافة إلى أن هذه الآفات الرئيسية كالآفات الصغيرة مثل الخنافس أن تؤثر أيضا على إنتاج الكاجو المتكامل يعتبر تطبيق مبيدات الآفات المستهدفة أن يقوم بتقليل أضرار الآفات مع تقليل التأثير على البيئة والكائنات المستفيدة وأحد التطبيقات الناشئة في الزراعة هو استخدام الطائرات بدون طيار لحماية المحاصيل والتقييمات الأولية من رش المبيدات باستخدام الطائرات بدون طيار تظهر العديد من المزايا تسمح الدقة في عملية الرش بالتطبيق المبرمج على طول المسارات المحددة وفي إحداثيات محددة مسبقا تستخدم الطريقة الثانية الرذاذ الناعم الذي يساعد على اكتشاف الآفات ومكافحتها بشكل فعال وثالثا يؤدي إلى توفير كبير في مبيدات الآفات والاستخدام نظرا لتوزيعه بشكل سليم تبدأ عملية حصاد الكاجو عندما تنضج الأشجار وتنضج تفاحة الكاجو وتنم الثمار على شكلكم مثرة أو ما يسمى جوز الكاجو ويتم حصادهما معا الكاجو الناضج على الأشجار يتم فصل التفاح عن جوز الكاجو الذي لا يزال مغلقا بقشور خارجية صلبة تسمى قصور الكاجو أو قشور الكاجو وغالبا ما يتم هذا الفصل الأولي يدويا لأن جوز الكاجو شديد السمية وذلك قبل عملية المعالجة بعد فصل الكاجو يترك ليجف في الشمس لبضعة أيام وتساعد عملية التشفيف على تقليل محتوى الرطوبة وتضمن عمر تخزين أطول وبمجرد تشفيف قش الكاجو يصبح هشا ويمكن تكسيره بسهولة وللكشف عن جوز الكاجو الصالح للأكل داخل معالجة الكاجو الأوتوماتيكية بالكامل من الجوز إلى تعبئة إلى نظام تصريف جوز الكاجو الخام الأوتوماتيكية إذ أن الخطوة الأولى في معالجة الكاجو هي بشر الكاجو الخام وفقا لأحجامها وجودتها وبعد تصريف الكاجو الخام إلى نظام الطهي حيث يستخدم نظام الطهي الأوتوماتيكي البخار أو الهواء الساخن لطهي المكسرات بالتساوي والقضاء على أي مواد ضارة وتحضيرها للمزيد من المعالجة لا تضمن هذه العملية الآلية طهيا موحدا فحسب بل تعزز أيضا من سلامة الأغذية وتقلل من مخاطر الأخطاء البشرية في عملية الطهي والآن نترككم لاستكمال العملية وكيف يتم الأمر بشكل كامل حيث تبدأ العملية من المعالجة إلى فصل النواد ومن ثم عمليات التحميص والتغليف الكاجو ليصبح منتجا تجاريا متابعة طيبة نتمنىها لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة